تنازلات كبيرة كما وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية قدمتها إسرائيل ضمن مقترح جديد للهدنة في قطاع غزة يشمل السمح بعودة كافة النازحين الفلسطينيين لمنازله والانسحاب مما يسمى بممر نتسارم الذي يقسم القطاع والاستعداد لوقف دائم لإطلاق النار في المستقبل في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار وهي مطالب أساسية لحركة حماس موقع والا العبري نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الاقتراح الجديد تمت سياغته بالاشتراك بين مسؤولي المخابرات المصرية وفريق التفاوض الإسرائيلي ويتضمن مستعداد تل أبيب لتقديم المزيد من التنازلات المهمة بما في ذلك الاستعداد لمناقشة استعادة وضع السلم في قطاع غزة بعد تنفيذ المرحلة الأولى والإنسانية من صبقة وقف إطلاق النار المسؤول الإسرائيلي قال إن تل أبيب جاد في التوصل لاتفاق وإذا تم تنفيذ المرحلة الأولى سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب فيما أكد القيادي بحركة حماس خليل الحية في بيان أن الحركة تلقت رد إسرائيل الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار وقال إنها ستدرس المقترح قبل إعلان ردها في السياق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة الثانية عشر الإسرائيلية استعداد تل أبيب لتعليق الهجوم البري المزمع على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم توصل إلى اتفاق للهدنة وإطلاق صراح المحتجزين لدى حركة حماس كاتس أعتبر أن إطلاق صراح الرهاء هو الأولوية القصوى ورد على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على حماس بمدينة رفح بالقول إن العملية في رفح سيتم تعليقها إذا كان هناك اتفاق ترجمة نانسي قنقر